صباح اليوم في مكتبه جرسة عمل مع وفد من قيادة القوى المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل بقيادة الجنرال عمر بكيمو قائد القوى المشتركة وعضوية العقيد آباكر جيمت مدير ديوان قائد القوى المشتركة والعقيد أحمد سالم ملزين قائد القطاع الغربي ضمن القوى المشتركة للمجموعة جرى اللقاء بحضور قائد المكتب الثالث بقيادة الأركان العامة للجيوش